محادثات جارية هذا الأسبوع تركز على تفاصيل جوهرية أملا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن هذا ما تحدث عنه موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن واشنطن تحاول التوصل إلى اتفاق بشأن أكبر قدر ممكن من التفاصيل العملية وملء الفراغات بأفكارها الخاصة حول صفقة أوسع وتقديمها إلى إسرائيل وحماس مرة أخرى كحزمة واحدة عندما تجهز تلك الحزمة يأمل المسؤولون الإسرائيليون ودائما وفق أكسيوس في أن ترى حماس أنها حصلت على معظم ما تريده أي ستة أسابيع على الأقل من وقف إطلاق النار إطلاق صرح مئة السجناء عودة النازحين إلى ديارهم تضفق المساعدات الإنسانية إلى غزة إعادة الإعمار الأولية العلاج الطبي للمئات من عناصرها الجرحة في مصر الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن القضية الأساس التي تم تركيز عليها هذا الأسبوع كانت عمليات تبادل الرهائن فوفقا لمسودة الاتفاق ستفرج حماس عن 33 رهينة نساء أو رجال لا تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو في حالة طبية خطرة أما في حال لم يكن هناك 33 رهينة على قيد الحياة يذكر موقع أكسيوس أن حماس ستؤمن هذا العدد من خلال إعادة جثث الرهائن القتلى في المقابل يتوقع أن تطلق إسرائيل صراح عدة مئات من السجناء الفلسطينيين من بينهم 150 سجينا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين ترجمة نانسي قنقر